يفارق المشهد في قطاع غزة الشارع السوري المتعب أصلاً نتيجة الحرب التي مرت عليه والأزمة الاقتصادية التي يعيشها مئة يوم وأكثر لم تتغير المشاعر نحو أهلنا في غزة مسيرات تضامنية وفعاليات على مختلف المستويات لدعم شعبنا في الضفة والقطاع شعبنا بفلسطين أنه كلنا عم نشوف اللي عم نسير فيه أنه ما حدا بيرضى الظلم اللي عم يعيشه إن شاء الله رح ينصوا الحق أن عاجلاً أم آجلاً ونحن كلنا معهم ومتعاطفين معهم الله معكم لأنه ما في معهم حدا غير الله والله يوجهنوا تحية الله يكون معهم ويكونوا بعونهم ينصرون على أعداءهم ويا رب يفرج علينا وعليهم يا رب منذ اليوم الأول للعدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا لم تتوقف استهداف مطاري دمشق وحلب أكثر من مرة وكان آخرها استهداف بناء سكني في دمشق إلا أن الشارع السوري قد هب منذ اللحظات الأولى في مختلف المحافظات والمدن السورية دعماً وإسناداً لأهلنا ولم تتغير شاشات التلفزة عن المشهد هناك فلسطين قضية سوريا المركزية التي لم تحد عنها رغم كل الضغوطات نبكي عليهم طبعاً لأنه غالين طبعاً لأنه وطن عربي لأنه إسلام دولة عربية محاصرة من قوى الشر كبرى والله الحزن اللي فينا الله بيعلم لو بنشد حالنا شوية هيك ونكون إيد واحدة للعرب كل لاتنا ونوقف مع أهل فلسطين خاصة مع الأطفال اللي عم يروحوا تستمر ندوات الثقافية والفعاليات الشعبية والرسمية في سوريا ليكون عنوانها الوحيد فلسطين وغزة لتبقى الدعوات والأمنيات بنهاية هذا العدوان الذي يطال كل مناحي الحياة أكثر من مئة يوم ولا يزال الشارع السوري يتابع لحظة بلحظة مجريات العدوان على قطاع غزة الذي يستهدف كل مناحي الحياة متمنين لهم النصر من العاصمة السورية دمشق مصطفى ردوان تلفزيون فلسطين